اشتركوا في القناة ان الاعتقاد السائد بان الموت محدد منذ ولادة الانسان يوقعنا في مأزق من التناقض الذي ينافي كل اسس المنطق الانساني وحتى الكون والقيم فاذا كان الموت محددا مسبقا فكيف لنا ان نحاسب القاتل على فعلته فما هو الا منفذ لامر الله وان المغدور كان سيموت حتما في ساعته وهذا يتنافى مع عدالة الخالق ودستور الكون ان النظر الى هذه الاية يوضح جليا ان الموت يحدث بازن من الله وهذه اول دلالة على ان الموت غير محدد مسبقا وانما يأذن الله لها ان تموت عندما تكتمع اسباب الموت ولا يتدخل قضاء الله في انقاذها كتابا مؤجلا اي ان حيثيات الموت واسبابه موضوعة مع بدء الخليقة وهذا هو كتاب الموت اي تفصيله وجعل لكل موت سببا اي ان لكل موت سبب وعليكم ان تبحثوا عنه ولا يوجد اي موت بدون سبب كما كان يعتقد الناس وعليه فان الله يحسنا على البحث والتطور من اجل ايجاد اسباب الموت ومعالجتها قدر الامكان وما زالت كل مراكز الابحاث في العالم تكتشف اسبابا جديدة للموت هي اصلا في كتاب الموت ولكن الانسان يكتشفها مع تطور العلم والمعرفة كذلك نجد ان سبب الموت لم يحدد مسبقا وذلك لقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من هنا فان الله لم يحدد مسبقا كيف سيتوفى رسوله الكريم فلو كان كذلك لقال سبب الوفاة ولم يعدد احتمالات كما جاء في الاية الكريمة التوقيت كتابا مؤجلا ولم يقل موقوطا كما قال في اية الصلاة وفيها كان واضحا ان المعنى هو التحديد الزمني وعليه فان وقت الموت غير محدد مسبقا وانما تأجيل واقع لا ينفذ الا باذن الله اي ان القاتل بفعلته وضع اذباب الموت الذي سيحصل حتما اذا لم يتدخل الله ويمنعه وهذا هو معنى الاذن فعندما تجتمع اذباب الموت التي هي نتيجة لفعل الانسان كالقتل وعدم المحافظة على الصحة او التقصير في اذباب الحذر او الموت الطبيعي بعد هلاك الخلايا والاجهزة الداخلية عندها اما يأذن الله لهذه النفس ان تموت واما ان يقضي ببقاءها وعودتها الى الحياة سوف نقف على تكملة هذه الاية العظيمة في فيديو اخر ففيها معاني رائعة تتحدث عن السواب والدنيا والاخرة التصحيح الثاني وهو سنة الرسول الفهم الانساني للقرآن محدود وفق الصغف المعرفي المحكوم بمعطيات كل زمان والفهم الانساني للدين ليس دين ولا يصلح لكل زمان ومكان ولو كان النبي الكريم فهم القرآن الفهم الكامل والمطلق لا اصبح شريكا لله في المعرفة الكلية ولا اصبح فهمه للقرآن صالح لكل زمان ومكان وبالتالي لا داعي لان نتدبر القرآن ويكفي ان نتلو ولا نقرأ ما فهمه الرسول من ايات القرآن الكريم لان التلاوة تختلف عن القراءة حسب قواعد اللسان العرب المبين فنحن اذا كان بين ايدينا كتاب يحتوي على المفاهيم التي استنبطها النبي الكريم من ايات القرآن الحكيم فلا يحق لنا التأويل او التفسير لما قاله الرسول الكريم لان ما فهمه الرسول الكريم هو التأويل النهائي والتفسير الوحيد لآيات كتاب الله وبالتالي لا يحق لنا قراءة ما فهمه النبي من القرآن وانما نتلو المفاهيم التي استنبطها من كتاب الله ونقول هذا الفهم الوحيد لآيات كتاب الله ولا يحق لأحد ايا كان ان يضيف مفاهيم جديدة للقرآن غير المفاهيم التي صنعها النبي الكريم لانها صالحة لكل زمان ومكان وبالتالي لكي يضمن النبي والخلفاء الراشدون ان لا يختلف المسلمون بعد وفاة الرسول ان يدونوا ما فهمه الرسول لكتاب الله في كتاب مستقل ونسميه الكتاب الوحيد لتأويل وتفسير آيات القرآن الكريم حسب فهم خاتم النبيين ويكفي التهرب واللف والدوران انه كلما سألناهم اذا كانت السنة شريحة للقرآن ومكملة للدين فلماذا لم يتم تدوينها مع القرآن يجيبون انه خوفا ان لا تختلط اقوال الرسول مع اقوال الله في القرآن هل من الصعوبة بمكان ان لا ينتبه النبي الكريم والخلفاء الراشدون الى هذا الامر العظيم والنبي يوحى اليه والمفترض ان يوحي اليه الوحي الامين ان ايها الرسول قم بتدوين سنتك قبل ان يتوفاك الله وسيمنحك الله من العمر ما يكفيك لتدوين سنتك في كتاب مستقل عن كتاب الله اليس الله بكل شيء عليم وخبير وحكيم وقد اكد الله في كتابه الكريم انه لن يضيع ايمان المؤمنين وانه اكمل لهم الدين فهل فاته هذا الامر العظيم ان لا يتم تدوين سنة نبيه الكريم حتى يتم اكمال الدين وبذلك نقول صدق الله العظيم نعم نقول صدق الله العظيم وانه اكمل الدين وكذب كل من يقول ان للنبي الكريم سنة افضل من سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلة ولا تحويلة والله غني عن اي انسان لكي يكمل دينه بعد ان صرح انه اكتمل باكتمال القرآن الكريم تصحيح المفهوم الثالث ضمة القبر من القصص العجيبة التي كنا نسمعها اثناء جلسنا تحت اقدام الجاهل كل يوم جمعة هي قصة ضمة القبر وكل المسلمون في بقاع الارض مقتنعون ان الانسان عندما يدخل القبر لابد ان يعصره القبر ويضمه حتى تتكسر ضلوعه وخلي بالك هم قالوا لنا ان هذا سوف يحدث مع كل الناس سواء انسان صالح او غير صالح يعني مهما عملت سوف يضمك القبر حتى تتكسر ضلوعك وطبعا يدعمون كلامهم بحديث كاذب ملفق على رسول يقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى احد من ضمة القبر لنجى سعد بن معاز ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه اخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وصحاحه الالباني في صحيحه الجامع اولا دعونا نشرح لكم من هو سعد بن معاز هو رجل قالوا انه عاش في وقت النبي وكان من اكثر الرجال ايمانا وتقوى وصلاح يعني واحد عاش حياته كلها يعبد الله ولم يشرك به شيئا وعمل الصالحات في حياته وبرده القبر سوف يكسر عظامه ولو نظرت الى الامر من منظور عقلي منطقي تجد انهم يعبدون اله غير عادل وغير منصف يجازي الصالح والطالح بتكسير دلوعهم في القبر ما زن بالصالح الذي عاش حياته كلها يتق الله ويعامل الناس بالحسنة ويعبد ربه ولا يشرك به شيئا وهنا وكأن القاضي يحكم على المذنب وغير المذنب بنفس الحكم هل هناك عقل يقبل هذا هل هناك اله يعبد يفعل هذا ألم يقرأوا الآية التي تقول فمن يعمل مسقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال زرة شرا يرى أم أنهم فصروها أنه سوف يرى العذاب وتكسير الدلوع سواء عمل خير أو شر ألم أقل لكم أنهم لا يعبدون الله الذي نعبده لا يعبدون الله الذي وعدنا بالنعيم لو كنا صالحين وهل تكسير الدلوع نعيم ولكنهم يعبدون إله آخر يتلزز بتعذيب البشر وتكسير دلوعهم في القبر بغض النظر عن أعمالهم فعلا هم اخترعوا إله آخر يعبدونه من دون الله إله يعزب البشر كلهم بدون زنب ويكسر دلوعهم وحزب الله ونعم الوكيل وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة